لو أخذنا نقطة حال الحجيج بعد قضائهم للنسك الآن الحجاج يعني قضوا نسكهم وأنا وحجهم كيف يستثمر الحاج الأمر في متابعته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وابتعاده عن الوقوع في البدع والمنكرات بعد ما قضى هذه المدرسة الإيمانية والتربائية أحسنتي هي الخلاصة وهي السبدال يعني حج وهذه المدرسة وهذه الجرعة وخاصة أن الحاج لما انترك بلده وترك أهله ودفع ماله وذهب إلى وين تراه ذهب إلى واد غير ذي زر ما في شيء ما في أي شيء من مقومات الدنيا إنما الذي دعاه أن يذهب قلب متوله وفؤاد يريد أن يهوي إلى بيت الله الحرام سبحانه وتعالى حتى الحجر الكعبة الكعبة هي شيء عبارة عن يعني أسأل هذه مقدمة لجوابك إن شاء الله يا شيخ الكعبة ترى حجر لم يشاء الله عزيزي أن تكون من ذهب أو شيء من يغري مغريات الدنيا يذهبون الناس إلى حجر متواضع لكي لا يتعلق الناس بالبيت وإنما يتعلقون بماذا؟ برب البيت أنت قارن بين الكعبة وبين عجائب الدنيا السبعة وغيره بناء ضخم كبير ومسافات وبجهود لكن لن تجد للبركة والأثر وهوى الناس كما يكون لهذه الكعبة وهذا هو أن الله إذ جعلنا البيت مثابة للناس طيب هذا الذي راح ذهب إلى هناك وتعنى وتحمل الحج وجهاد جهاد المرة كما قال صلى الله عليه وسلم جهاد لا قتال فيه لما أنت رجعت أيها الحاج وبعد هذا كله هل يعني يليق إلى أن الواحد يرجع إلى المعاصي فأولى الفوائد فيه هو بعد توحيد الله والبعد عن الشرك اتباع محمد صلى الله عليه وسلم لأن الذي يتبع محمد صلى الله عليه وسلم هو المستفيد دنيا وآخرة وما يطع الله ورسوله وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيمة يعني العرب يفهمون دلالات الألفاظ فازة فوزا عظيمة المفعول المطلق ومجيء المصدر وانت أدرى عاد في اللغة العربية شيخ أسعد هذه كلها تعطي دلالات توكيد توكيد يعني قوية مؤثرة ومباشرة فقط لو قال فقد فاز عطانا معنا يكفي لكن لمن يقول فقد فاز فوزا ثم وصف هذا الفوز بالعظيم نعم بالعظم نعم فدلالة على أن هذا الفوز لا يس بعده نهاية طيب ما هو الطريق للفوز ونقصد أن يكون فوزا هذا الذي لا خسارة بعده فوز مطلق أو طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من ضمن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هو ما حصل للحاج يعني في الحاج أين وقف النبي صلى الله عليه وسلم كيف رمى ماذا كان يفعل بعد الرمي كان يذهب ينحني شيئا بصير ثم يدعو ثم يمين ثم يدعو طيب كيف كيف أن يطوف صلى الله عليه وسلم كيف 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 جرعات جرعات متراكمة على القلب فمن أخذها بحقها مخلصا لله فإن الأثر سيظهر معه إلى أن يموت وسيرى أثره عندما يأتي الحوض ويرى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يدعوه لأن يشرب من هذا الحوض شربة هنيئة مريئة لا يضمو بعدها ولا ترى يذهب أناس وتصدهم الملائكة تصدهم يا أمتي أمتي يقولون بصعه سلم لا تدري ما حدثوا بعدها لا تدري ماذا حدثوا بعدها إذن إحنا الربحانين دنيا وآخرة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فاتبعوني يحببكم الجواب الشر يحببكم الله واللي يحبه الله وين بيكون الجنة جنة سعالة دنيا وخفة أيضا يعني اتمام لسؤالك أن من أهم علامات اتباع النبي صلى الله عليه وسلم الحذر الحذر من مظاهر الابتداء في دين رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج ينهي هذا الحج يعني أيضا ينفي ينهي يعني يلغي هذه المفاهيم يعني في الحج ما كان في غلو ولا تعظيم لولي لا حين ولا ميت ولا ذكرا لأحد بل كل ذكر لله تعالى ولنبيه صلى الله عليه وسلم ليس فيه رقص ولا دوران ولا سماع ولا أيضا بل كل خضوع وخشوع وليس فيه تعظيم لبيت كما هو في بيت الله العتيق بيته يعني ما في بيت في الدنيا يقصد العبادة إلا الكعبة هذه تلغي مفاهيم الذين يتعبدون الله بالرقص والغناء والدوران أو الذين يقصدون بيوت معينة يضعونها ويقصدونها للتعبد لا هذا الحج هذا ينفي هذا كله الحج يكشف حقيقة الابتداء في دين الله حتى الذين يفعلونه بمسمى التعبد هناك من يرقص هناك من يدور حول أمور وهناك من يستغيث بقبور ومن يجعل له بيتا يطوفه كل سنة من عندها كذا للعبادة لا لا الحج يلغي هذه الابتداء ويعيدنا إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم